قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المجتمع الدولي ما زال يواجه العديد من التحديات التقليدية مؤكدا دعم مصر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين لسيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات على استقرارها وأمنها كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر طالبت باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة صوره وأشكاله إن المجتمع الدولي ما زال يواجه أيضا العديد من التحديات التقليدية وفي هذا السياق تدعم مصر كافة الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين ولا سيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة على استقرارها وأمنها ومساعي تقسيم الدول وهدم مؤسساتها الوطنية وإعلاء الولاءات القائمة على أسس طائفية ومذهبية على حساب مفهوم الدولة الوطنية وطالما طالبت مصر باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة صوره وأشكاله وتكسيف التعاون الدولي لمكافحته وفي إطار نفع جهود لاستقرار بالمنطقة تدعو مصر لتعزيز الجهود الرامية لإخلاق منطقة الشرق الأوسط من أساحة الدمار الشامل في ظل ما يكتنف ذلك من مخاطر تهدي البقاء البشرية والسلم والأمن الدوليين ترجمة نانسي قنقر